اشتركوا في القناة لسه ندو أكتر من كده سواء كان من تبرعات الناس أو من موارد ممكن نحشدها الشكل ده بيخلق سنديق مغلقة ما تعرفش بالضبط ماذا هيحدث داخلها وهي بتشتغل على إيه ومتشتغلش على إيه وطبيعة التمويل اللي جايلها يا جاي منين دي فلسفة التشريع ربما من 2014 مرتبطة طول الوقت بإهدار أو تغييب فكرة المحاسبة 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 لعقد السنة وننتكلم عن أرقام تصل للمليارات فمبلغ إذا تم توقيعه مرتبط بإهدار أو يحدز فارض بس ثاني مع تغييب فكرة المحاسبة والصعب علينا جداً أنه نعرف الفجوز بتتحرك منين لفين اشتركوا في القناة فمصر بتطور أدواتها اللي بيها علاقة بالعمل الخيري والتنموي من خلال السيطرة على كافة أشكال العمل الآن ودولة تستوعبها وتوظفها هي لأهدافها للسياسية المختلفة